الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي بعثه الله رحمة في الأمة فبعث فيها الرحمات وبعث فيها الهمم العظيمات وأبدأ من الأخلاق الكريمات ما لم تعرفه الأرض والسماوات عليه أفضل الصلاة والتسليم جاء أن رجلا من الأنصار كان أراد أن يوسع في بيته وكان بيته ضيق وبجواره جاره عنده بستان وبجانب هذا البيت الأنصاري بعض نخلات لا يستطيع لذلك الجار لا يستطيع هذا الرجل أن يوسع بيته إلا إذا أخذ تلك النخلات فذهب إلى جاره قال يا أخي أريدك أن تبيعني هذه النخلات أو أنتهبني إياها أريد أن أوسع بيتي قال لا لا أريد لا أبيعك ولا أعطيك إياها وكان هذا الرجل فقير قال يا أخي أنا في حاجتها قال له لا أعطيك إياها لا أعطيك إياها هكذا بعض الناس عندهم عنت وعندهم شدة يقول فذهب الرجل وهو منكسر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى رسول الله في وجه التغير ما لك؟ قال يا رسول الله سألت جاري أن يعطيني أو يبيعني نخلات بجانب بيتي وسع بيتي لعيالي فما رضي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري قال لذلك الرجل أدعوه فجاءوا بالرجل فقال يا هذا أعطي أخوك أعطي أخاك هذه النخلات ولك مثلها في الجنة قال يا رسول الله لا أريد سبحان الله يعني الشقاوة عجيبة والسعادة أعجب هذا لم يرضى ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الكلام أبو الدحداح رجل من الأنصار فذهب مسرع يجري إلى عندي زوجته فقال لها يا زوجتي أو قبلها ذهب إلى الرجل فقال له يا فلان هل تبيعني نخلاتك ببستاني تعرف بستاني ومنزلي كان أبو الدحداح عنده بستان وبيت كبير قال تعرفه قال أعرف بستانك ومنزلك قال تبيعني هذه النخلات ببيتي وبستاني قال نعم هذا ربح عظيم جدا قال إذن فأنا بعتك قال اشتريت فذهب أبو الدحداح مسرع إلى زوجته قال يا أم الدحداح هيا قوم قوم خذي متاعك وخذي أولادك يلا نخرج إلى أين قال لها ليس البيت هذا بيتنا ولا البستان بستاننا ماذا فعلت قال إنني بعته بنخلات قال فيها رسول الله أعطي يا فلان أعطي أخاك هذه النخلات ولا كامثلها في الجنة هل لك في الجنة نشوف الآن مقاييس النساء كيف لو واحد سوى هذا الموقف ورجع لزوجته وقال لها يا فلانة أنا تصدقت ببيتي قالت هذه المرأة وكانت مثل زوجها قالت ربح البيع مدام أن فيها رسول الله في الخط في الوسط قال ربح البيع فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالدحداح قال يا رسول الله إن النخلات التي أردتها لفلان قد اشتريتها ببستاني وأنا أهبها لك تهبها لذلك الرجل فقال رسول الله أعطي يا إياه وفرح وتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال كم من عذق رحراح لأبد الدحداح في الجنة العذق هو الذي فيه التمر والرحراح هو الذي يثقل حتى يميل من شدة الثقل لكثرة التمر الذي فيه يقول كم من عذق رحراح لأبد الدحداح في الجنة خرج أبد الدحداح ببشارة الجنة وأكبر من بشارة الجنة فرح رسول الله وسرور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عين رضوان الله الأكبر سبحانه وتعالى في علاه يتجلى به على هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله في نخلات فانظر كيف يمكن للإنسان أن يخذ وأن يتلقى وأن ينال فضل الله الواسع العظيم بواسطة بعض هذه الأعمال ونميز بين الشقاوة وبين السعادة هنيئا لمن اشتجاب للحبيب وبقسا لمن أنكر ومن أعرض ومن تلكر بهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من المستجيبين المجيبين لدعوته يا رب العالم